جددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناء أمام الاجتماع الفصلي لمجلس الأمن والمخصص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية شاركت دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن الدولية الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية حيث ودانت دولة الكويت بأشد العبارات العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في لبنان ولانتهاك الاحتلال الإسرائيلي السيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة مرارا وتكرارا حذرنا من حتمية اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي في المنطقة في حال استمر في انتهاكاته دون مساءلة فلننظر لما يحدث لأشقائنا في الجمهورية اللبنانية وللمأساة الإنسانية المتفاقمة التي ألمت بهم بسبب وحشية هذا الكيان المحتل وطالبت دولة الكويت المجتمع الدولي باستمرار دعم وكالة الأنروا على الصعيد السياسي والمالي والإنساني لإنفاذ ولايتها حتى عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى أرضه ووطنه لقد قامت 123 دولة عضو في الأمم المتحدة بالتعاضد والتكاتف والتوقيع على وثيقة الالتزامات المشتركة لدعم الأنروا سياسيا فلا يعقل بأن قرابة ثلثي الدول الأعضاء في هذه المنظمة بالإضافة إلى كافة المسؤولين فيها يرون الخطورة فيما يخص وكالة الأنروا في حين يرى الجانب الآخر بأن ما يقوم به هو انتصارا كبيرا لقد أتت هذه الدول بمختلف انتماءاتها العقائدية والدينية ومن شتى المناطق الجغرافية ومن مختلف الأعراق البشرية لكي توصل رسالة واحدة مفادها بأن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال حيال وكالة الأنروا سابقة خطيرا وقد أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا أعرب فيه عن قلقه إزاء حضر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ويدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام التزاماتها الدولية أكد دولة الكويت في اجتماع مجلس الأمن الدولي على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في حين طالبت غالبية الدول الأعضاء في المجلس الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول أكبر كمية ممكنة من المساعدات الإنسانية مع وقف فوري لإطلاق النار من الأمم المتحدة أسامة عبد العزيز قناة الأقبار